فتح مسلح فلسطيني النار في تل أبيب يوم أمس فأصاب ثلاثة أشخاص بجروح قبل أن تقتله الشرطة فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بأنه هجوم إرهابي ويأتي هذا الهجوم في غمرة تصاعد الاضطرابات في الضفة الغربية جاء إطلاق النار بعد سلسلة هجمات في أنحاء من القدس والضفة الغربية أودت بحياة ثلاثة عشر إسرائيليا وامرأة أوكرانية منذ أواخر يناير الماضي وأعلنت حركة حماس أن مطلق النار عضو في الحركة وهو من الضفة الغربية ويبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما